اي 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 البنات وعلى قصة انا ما غنقول لكم وانوا من غير تنطو اردوا علي الخبار الجميلات اميراتي الفنات اللي من نوري لي الحياة نسمى الناس كونوا باخر مرحبا بكم كاملين في كدنسة مع شهرات فرحوا يا البنات اليوم ان شاء الله غد يكونوا معنا الجوز دي القصص اللولة هي غد تسمعوا دابا والتانية بعد قليل مغنزيش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشرة في قصنا اللولة ديال اليوم معكم الظهرة مرأ عندها ستين عام كنت عيشة في اخر وعلى اخر الله قلت رتاحيت زوج وليداتي كاملين وليت عيشة غير انا و الراجل بهادك الشي اللي قسم الله حتى النهار اللي واحدة من بناتي غدي تنوض صداع مع راجلها وغتولي كل شوية كتجي تغضب عندي بحاول نحتعينة باش نخليوها قالت افضارها لانها كانوا عندها ثلاثة الوليدات بل حق ماقدرناش استيدي كحلات بالعمامة بقاتت مكحلة بهذا الراجل وقالت لك انا بغنطلق منه شفنا حتى عينا وقلنا لها ما عليش دنيا هانية بغيت تتلقي يا للا ضربك واسعة وعريضة هزات وليداتها وجدت عندنا للدهر والامور في الول كانت كاملة غاديا مزيعا حتى النهار لهذه البنت قلت لك احقا محقا بغتخرج تخدم ومشي بغتخرج تخدم موسط النهار لا قلت لك بغتخرج تخدم مع واحد ثلاثة ورب الليل انا الخدمة بالليل بيمكن ليش نقبل بها لأنا لباها لاخوتها قلت لها شوفي يا بنيتي انت را كم تلقى وفوق من هات شي زينة وباقي صغيرة ارع العيون عليك وبنادم كامل غاي بغينهاش في الحمك من غير بنادم ليكي هدر عليك واشكول اللي لغت دي تخلي عني مع الجوش ثلاثة الصباح شكول اللي غايقول انك يخدمها مع تريتور وخدمها مع عرق سافك ايو السيدك حلس بالعمى والضلمو قد كهتضر لي ما تقوليش لي عينا ما نطلبون زوج فيها وقتل العار يا بنيتي غير قلسي هاداك شي اللي خاصتك انا نعطيه ليك وها هو الراجل بخير رجالي القانون نفقة دياله وكي يعطيها الولاد وشنو خاصتك ما سأل قلت لك لا انا بغا نقدم انا هادي انا هادي وما نقدمش عليكم وماشي حينت بنتي غا نزوق لها في الصورة ديالها بنتي كانت شوية شوية خفيفة وانهالي تلقات في حال اجعراس في حال يالله جتها هديك المراهقة ما عرفتش البنات كيف اجع انقضى نوصف ليكم ولكن كنت بغا تلبيس بغا تخرج بغا تديع عيت معها ونضو الصداعات واخوتها ضارو فيها حتى النهار ليهزت ولداتها ورجعت للدار ديال راجلها حينت بقا سمسدودة المهم رجعت ليها انا ما عجبنيش الحال ولكن ما قدرت لنهضر لنتكلم المهم بقيت ساكسة ماداش بزاف حتى الراجل بدك يغوز قال اخويل يا داري ماخويل يا داري قلت له ما نخويهش ليك انت عندك حقك وانا عندي حقي عندك الدار كانوا غير سافدوا منها من الدولة وكانوا كاتبيرها بالنص المهم سيدك سعاجة وحيا علينا وانا بغي داري مبغي داري على ما تسكولي فيها المهم حنا باقي ان كان حلوف هذه المشاكل حتى كيعيط لي يا ولد بنتي اللي عنده 14 عام وكي قولي يا امي ما قال امي ما قلت له نعم اوليد يا شنو واقع قال لي يا امي ارى ما بغيتش انفقسك قال لي يا امي ارى طيحت لي المفركة بشنو واقع قال لي يا امي قلت له مالها قال لي يا ارى كتدخل واحد الراجل كتسكره يا ويا اه ويا اه ويا ارى دي شنو كتقول واش انت مني تكدوي قال لي يا امي والله لا بالصح را هاتش كيوقع ماشي مرة ماشي جوج ماشي تلعتها وانا ما عاجبني الحال وما حرفش بالضبط اشنو غانديرو وهاد الولد بالضبط كان تمو كتدور الدور وتسلخو انا ما كونش عار فعلهاش ما كانش كيحمل فيها الشعره وما كانش كتحمل فيه الشعره المهم هزيت راسي ديك الساعة وماشية كنجر ينوح هاد البنت وصلنا عندها للضار وقلنا السيدة ناسا حينت الليل كامل وهي صهرانا المهم نطفت عليهم الباب نقدت شنو واقع ما شنو واقع حكت لها بنتي واش انت يا بعقلك مدخلا راجل غريب للضار وكتشار بي قدام ولادك اهلا هاد الهضرره ما كيناش وتحلف تعطي الراسه وش كون قالها لك ما شون قالها لك كتلها شوفي يا ابنيتي هاد شي لك قلتوليك وش انش تسطيت وانتسطيع كبير والبنت بداتك تحلف وتعطي الراسه احقام أحقا هاد الهضرره ما كيناش وما ما كيناش المهم معادك صداع دي الراجلها معادك شى ديال الدار كنا هزيناها وقلنا لدوزيف حالاتك تتفاهم انت وراجلك على هاد الدار حيثيها و اعادنا قلسها لأنها كانت تقصد من قد لا يتجد من قلسة الوالد و اتجد من البيت المسيح لتقصد معه كانت تقصد المسيح لتقصد معه و كانت كما تصدر ماما كانت تقصد النقاط و كانت تقصد معه و يقولها لي المهم كان نقول لها بني تيت شي اللي كدري في ما هواش واش انتي حماقيتي واش انتي هادي كان هادولد الناس بغي الحلال يجي قلت لي يا واخا المهم ماشي بزاف حتى السيدجا شغل نقول لكم سيد شمكار حشي شي سكيري ما هو دي الزواج يعني راهلا علاقة مع بنتي نهائيا مخانا بنتي خفيفة ولكن ما تساهلوش قلت لها بنتي قادرة ماشي دي الزواج وانتي عندك لسادي الوليدات وانتي حمقى وحتى خوتها شافوك حلوب العمى وقالوا لك وحنا مستطين تناسبوا معا في حال هذا سوفينا تصدع ديال بالصع وخاصة ان السيد مره قدامه مره الله وبنتي في ذلك الوقتها كانت لا واخد فلوس طراق وفلوس ديال الطلاق ويمكن هي اللي كانت كاتصرف عليه حتى حنا ما شفنا من ذلك الفلوس حتى شي حاجة سوف نقول لكم بقينا في شو دلي نقطع ليك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا نرد لها البال وندل لها في العقل ونقول يا ابنتي تشليك الدريفيرا ما هواش ابنتي قلسي معززة مكرمة في دارك نجيبها من السمو ونحطيها لك في فمك متى حاجة وما تخصك معايا نخدم عليك أنا ابنتي ونتي عين قرسي لساحي والو والبنات اللي عينيها عينيها في الزنقة بغت خروصة فيما بقاش نهائيا حاملة هذيك الدار المهم بقينا في شو دلي نقطع ليك شو دلي نقطع ليك حتى النهار للسيدة غدا تهشطيتها وغدا تخوي الدار ما بقيناش عارفين حتى فين مشات عينيها من قلبوا فيها عينيها وعيني منظوروا حتى تسقطنا الخبار أنا السيدة خرجت لها طاي طاي كل نهار معا واحد في شكل قولت عيش الحياة بالطول وبالعرض ولك يتواصل معا غير واحد السيد من العائلة حتى ما كدبش يكون ما بقاش عندي الوجهة اللي نهدر معاها صافي ما كنقول اولي ما يمكنش انا بنتي خرجت في حلاكة علاش اشنو المشكل واللي فوق من هات الشي ان اخوتها كاملين كيتحلفوا فيها وكيقولوا كي لمشو حتى تلقاوها غدا يقرضوها طراف طراف اما ولادها مبقاوش حاملين في هالشعرة وخاصة الكبير الكبير عارف كل شي وعارف موشنو كدير كيقولك انا يشنو دنبي في الدنيا اموي في حلاكة وببا في حلاكة حين تبا تخلى عليهم ومحتية تخلت عليه انا حتظنت عنيهم وكتليهم يلمشنكم وباكم هاء انا حسبو في يمكم حسبو في يمباكم حسبو في اللي بغيتو كانت قاتل بهذاك شي اللي قسم الله وكندير جهدي وكتر باش نربيهم ولكن ماقدرش لان الدراري شغنقول لكم النفسية ديالهم الضمرة بساف وخاصة سن منمورة ممهم هربات يعني يقبل وخاهاكاك كانت كي تقولي راه مطلقين في حالهم في حال بزاف ديالناس بالحق للوقت اللي مهم خرجت الطريق وخرجت الفساد وخوات الدار ما بخالش كتسوق ليهم هم في حاله ولو حسين براسهم انهم غير مرغوب فيهم احتفل مستوى الدراسي ديالهم منقص بالزاف المهم بقيت مقاتلة معهم وخامة عندي صحيحة عندي السكار وخلصة حلقة للحال ولكن كنقول ما عندي ماندير هادو وليدات صغار ما عندو محتاج يدون فات شي كامل وانا جداهم كانت حاضنا عليهم وكانشوف فيهم ريح تمهم ليتمنيت من كل قلبي انها ترجع للطريق ماقدرش نقول ترجع للدار حات كيف مكتليكم خوتي لمشاو حتى عرفوها فين كينا ايقرردوها طراف المهم بقيت ايك يتحدثنا علاه دوك ولواليدة ليوم غدا ليوم غدا ليوم غدا حتى سيصل هاداك لعان وجلها الدخول مدراسي فا جاء الدخول اللابعة الولاد الكبير والله أحذار قAng wir wolde كيف يقرب فيها كانت حده داره هم اللوله وكان ضروري ينحولو اياء وفججينا نحولو وقاللي少 and talk in ouros يجينا طرح وليلuboll unquote بال ked Newlem وواليد حامل الله يجيل لي عندو الوصاية على الاولاد وغلLO المهم في ذاك الوقتها لم يكن أعرف شنو ندير جريت وجاريت واحد سيدة كتلكم في العائلة هي اللي بقدت كتتتواصل مع بنتي هي كانت صحيبتها عيط ليها وطلبت وزاوكس فيها وكتل لها شوف يقولي لها ما عديش مشكل يك هي ما بقدتش قادة بالولاد تصفت ليها غير ديلي وكالة تنزل عليهم نوري أنا مكلفة بهم تصفت ليها غير شي حاجة قلت لها أنا ما غنتخلاش على أولادي أنا ما انصفت ليهم حتى شي حاجة أنا ما حرفتش على شوية أصلا مخليها عليهم المهم عينا ما انطلبوه ان المستحيل باش هذيك السيدة جيت حولهم جيت حول ولدها حدايا ولا تعطيني الكفالة ما بغاش صافية هذيك بقي نحت عينا جارين فالتالي الولد كنكمل قريته في هذيك المدراسة والولد مسكين غير جار شوفوا حالته زبكوا بالدموع السيدة شغا نقول لكم كان جبدو لي اسمي تموك يقولك ما جبديعاش هذيك مش يموي هذيك شيري دار سرى ما كيدار شوه بعيني شاف هكا تذكر قدامه من غير الوقت اللي كانت يسمع هكا تضرف التليفون مع هذيك خينا المهم بقينا هكا كهذاك العام اليوم غدا اندرك المستحيل باش هذيك بنتي نتواصل محاها باش نردها ولو غير طريق المستقيم والو السيدة عاد مزيدة في الهبال المهم بقينا جارين حتى الصيف ديل هذي العام وانت ينسيق الخبار ان السيدة دافعة باش تمشي لسبانيا مع هذيك شي ديال الفريس المهم دافع الوريقات وكل شي تواصلت مع هذيك البنت عو تاني وقلت لالله يرضي عليك بنتي دوي مع البنت وقل ليها تعطيني الوكالة ديالولادة دبي لمشاتي لبغيت انا غيرش ورقة كي غن ديالليها إلا بغيت نخرج لهم غير عقبز ديال ولا شي حاجة الراجل باهم كيقولك انا يا صافي خلي عليهم امهم تخلت عليهم صافي تعطيني غير الورق سيدة ما بغيت دير معي حتى شي حل وقلت لها انا مغان عطيها حتى شي ورقة انا مغان تخلش على ولادي ومغانعطيهاش هذيك الوكالة انا مغانعطيهاش هذيك الوكالة انا ما عرفتش عليش كتقول في حال هاكا المهم شفت حتى عيد مشيت المدرسة طلبت وزاوكت فيهم كتلهم انا جداهم وانا اللي مكفلة بيهم وراهمهم هاربة وباهم راه ماشي دير حياة ورا هذي الوليدات غادي ضيعوا المدير ديال المدرسة قال يشوفي الحاجة انا راني متعاطف معاك ولكن رالقانون قانون ممكن لياش اني نحول الولد من مدرسة المدرسة الا الى جوالي الامر دياله امه واللباه ماشي انتيا الزيت راسي او قلت ماشي مشكيل هذيك الولد راه كبير واحد شوية يقدر يمشي ويجيع لرجلي واخا هات الشي راه صعيب وانتو مراكم عارفين الوقت وانا خايفة الولد توقع عليه شي حاجة خايفة يمشي تبلالية ااا وزيد على هات الشي كامل الوليد الاخر حتى هو خستو يدخل المدرسة الولد الصغير اما الوسطاني داجة داخل الولد الصغير خستو يدخل المدرسة فالجيز باش ندخله حتى هو قالك اللي سيدخله هو ولي الامر اعيط ليها كنت لها بنيتي الله يرضي عليك ولداتك راه ما غاد يش يقرعو قلت لك انا ما عندي مندير قلت له وشنو غد خليهم في حال هكا المهم سيدا قطعت عليها وما تبغيش اصلا تجاوب قلت له شوفي انتي لو اعلم على ما سمعت انك يغاد بشي سبانيا الله يكمل عليك اعطني لو كان لو سيري مبغاتش البنات انا يا تلفت مبقيتش عارفة انتصرف كنحس براسي اصلا كبرت على هاد المشاكيل كاملة محيلتي ليها محيلتي الولادها محيلتي الولاد يالخرين مبقيتش عارفة كيفش نتصرف ولادها كيقولوا لي احنا منا كرهناها باها كرهناها ولدها الكبير هو اللي باكن العصاب الزاف ولدها الصغير كيسول عليها ما عرفش كيفش نتصرف معهم ما عنديش الامكانيات اللي متلا غنديهم عن طبيب نفساني اللي غادي انا ما كرهش انا نداويهم انا نتعامل معهم ازيان ما كنخليش من جهدي اللفس ما ننزلها ليهم و اللفسي تعطيها ليهم ولكن كنحس بيهم انهم ما بغين هادك الحنان دي الوليديهم بغين مهم خاصة مهم اللي ما بقاش كتسول فيهم واللي فيما كنسمع ليها شيخبار كان بقنبكي حين السيدة خرجت ليها طاي طاي كيف مكت ليكم كل مرة الناس كيشوفوها مع واحد في شكل ما عندي ما نقول كسر من هاد الشي ما حيلتي كيف مكت ليكم الاخوتها اللي تتحلفوا فيها خوتها لي مرادينش قدام الناس اللي كيقول لي البنتك شدرت لنشوها والفضيحة ما حيلتي للراجل اللي عيان وفوق من هاد الشي كامل هاد الشي ديال الوراق ما حارفاش مني ندخول مني نخرج انا هاد الوليدات ما بغيتهمش يضيعوا كسر من هاد الضياع اللي ضيعين فيه دعبة كيف نقول ليها كيف كيف نويرات ما معرفش كيفش غاد ينوصف ليكم الوضع ولكن راه واحد الحالة واحد الحالة راه ما معرفش كيفش غاد يتصرف فيها ما معرفش وشكين شي قانون شي حاجة لنقدر نمشي انتبت ان هاد الامر هربات على ولادها وناخد الكفالة ديالهم ونولي على الاقل نقدلهم الوريقات ديالهم اللي بغي يقراء يقراء اللي عندو شي مشكين نحلولي ماشي في حال دابا ها هو الولد بقي حسل دابا ما دخولش المدراسة الولد الكبير بقي حسل دابا ما تحولش كيف يضرب قعدات ديال الطريق من غير ان هاداك العام سقط لان السيد كيف مكتليكم النفس سيد دياله تضمرت بزاف وفلو وكان كيف يقراء مزيان ولكن من المرة هاد المشاكيل مبقاش نهائيا مصوبة للقراية ولا شفتوه يبقى فيكم انا يا مرة كبيرة مبقاش عنديش جهد الهات الشي كامل مبقيتش عارفة مني ندخلوا مني نخرج كنت مننا منلي داز من هاد المشاكيل او لا عندو شي معلومات شي محامي شي واحد عارف القانون يقول يا خير اشنو ندير وش هاد شي كي يطلب اجراءات كثيرة كيفش يمكن لي ان هاد الوليدات انا اللي يمسؤول عنيهم انا اللي يمشي نقيدهم في المدارس خاصوا شي عقص ديال او لا شي حاجة نجبدولي المهم هاداك المسائل الادارية ديالهم انا اللي يمسؤول عنيهم وانا نتكلف بيهم انا عارفة ان امهم صفي مشات ابا هم ما عمروا ما يسول فيهم باو مرتاوا غايد الحياتو غايد زوج بمراخرة هو ادابه ما كيسولش فيهم عادي وصول فيهم هادك الساعة المهم انا عارفة اني انا اللي عندهم غير ما عرفش كيفش ندير نصرف ونحل هاد الشي من غير كيفش نقدر نتصرف مقهد الوليدات اللي يقدر يعاوني ويقولي كيفش نتعامل مع الوليدات كيفش نشرح ليهم انهم ما عرفش ما عارفش غنقول ليهم مماشي الخاطرها كيفش غادي نقدر نقول ليهم غير خبيوا راسكم من هاد الشي كامل وديوها فقرها يتقوم حيث كنحس بهم ارى واحد الاحساس لي خيب فش كيجوا مثلا اخوتي اولادي الاخرين فش كيجوا الدار هما ووليداتهم كيبقوا يشوفوا الوليدات كامية مع والديهم إلا هما هضرة الناس المشاكين ولدي الكبير باقال حد الساعة كيتذكر هادك شيري دارت ماما شراب لي كانت كتشرب بيهو هادك خينا قدامه ما بغاشي تنسى لي هادك المنظر باقي الحد الان كيجبتو لي فيما كنقولو ماماك هادك كيقولي ماما ماياش وما تجب ديهاش لي واشنسيتي يا امي ما شنو كانت كتدير واشنسيتي هادك شلي دارت واشنسيتي الشوها لي دارت كنقولو انت باقي صغير ما دخلكش فاتش كيقولي لا ما تقوليش لي هاد الهضرة ماما شوهاتنا وماما دارت وماما فحلات وماما سركات كنشوف حتى كان عيه وكنقول حسبي الله ونعمل واكل في اللي كان حلو اسباب ما عرفتش شنو ندير وشنو كيفاش نتصرف اهم حاجة كيفما كلكم هي الوراق انا بغيت غير اللي يرشدني اللي يقولي شنو ندير فين نمشي اش من باب ندق شكل يقدر يعطيني هاد الوكالة البنت ما بغياش ديليا لوكالي انا ما عندي وشلك الوكالة ما عرفتش منها شخيفة انا بغيت غير اللي كيفما كلكم يوريني كيفاش نتصرف كيفاش هاد الوليدات ندخلهم المدراسة خاصة الكبير خاصوا ينتاقل كيفما كلكم والصغير خاصوا يدخل وحتى هاداك الوسطاني النهار اللي غيبغي يمشي الكولاجرا توخصوا الوريقات المهم كانت منها اللي عنده شيء معلومات يفيدني بيها الغزالة ديالي هدي هي قصة اللي وصلتني ولو تسمعوا صاحبة القصة كيفاش كتهضر هاد الامرة راقل بكمه طيب راكز بكي واحد البكى اللي انا وحق الله ما قدرت نحبس دموعي السيدة كيفما كت كيفما سمعتو تعرفها ماحيلتها الولاد بنتها ماحيلتها البنتها ماحيلتها الولادها ليس كيفما تقولك اهنا شهر هزاد مكر اعرف حتى شي حاجة ما قريش ما كنش الولاد اللي غيقفوا معايا يقولك هذا الدوسيس لينا قادك انا مبقى ليحتاش واحد ف الدنيا من غيركم توم انا وروني غير عشنو ندير ونديره بالنسبة للتعليق راقدي سكرهم بنتها وهي اللي غتقول لها اشنو قلتوا لها الغزالة ديالي هنه ثلاث قصتنا اللولا ما تنسوش طبعا وكيف العادة تخليوا الاراء والتعليق ديالكم بصاحبات القصة وما تنسوش من التعليق زوينا مهم هنا مبقى لي الا مقول لكم حبيباتي ما تخدش بكم انتلاقوا ان شاء الله هالبنات بعد قليل في قصة جديدة السلام عليكم